اشتركوا في القناة لانها معلقة طبعا الام قالت ايه لا لا فيش مشكلة ده مش عارفة مين كان كده وبقى كويسة الحمد لله ده اخو كان كده ده عمه ايه ده خاله ايه فهتنزل لوحدها فلا هنروح ولا هنيجي كرسة ومصيبة محتاجة توعية برحب بضفن الأستاذ الدكتور أحمد الشامي أستاذ ورائج جراحات الأطفال وحدث الولادة بجامعة الأزهر أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا بك دكتور موضوع مهم جدا من ضمن الموضوعات اللي احنا طبعا السلسلة اللي احنا بدأناها مع دكتور أحمد التشوهات الخلقية وده موضوع من الموضوعات المهمة في التشوهات الخلقية عند الأطفال وبتظهر أكيد طبعا في الطفل الحديثي الولادة الخصية المعلقة احنا عايزين طبعا الأول نعرف ايه هي وهل هي بتبين من أول السنار والتدخل بتاحها إمتى يعني التفاصيل بقى دي عايزين نعرفها كويس من حضرتك طب بسم الله الرحمن الرحيم أنا هابتأ من آخر نقطة تمام قبل دايما أنا المسج الرسالة اللي عايزين نوصلها حضرتك فيه ناس بتوصلهم لو أنت وصلت لهم بطريقة معك وسهتوصلهم الرسالة اللي هي ايه حضرتك أنا قاعد في العيادة جاي لي أب وجايب ابنه وبقول لي لو سمحت طلوت فضل اللي هو ممكن ينفع تاخد خصية مني تديها لابني لا حول ولا قوة إلا بالله أنا أنا دكتور والمفروض أن أنا راجل باحث وأستاذ جامعة وكلام مين ده مش هولك ما خطرتش على بنا أن أنت نقل احنا بتكلم في نقل أعضاء طب نين الخصية ولا لأ طب ينفع يخلف بيها ولا مفعش بدأت أفكر في موضوعك ناحية بحسية سيبك من الشقة وأستاذ الجامعة والبحث تمام أنا قاعد في العيادة أتخيالي الأب جاي يقول لي نا عدرك أنا الولد وما عندش غيره ومشكلة أنه كان خصية معلقة وحصل فيها التواء هو كان مولود بخصية واحدة وحصل فيها التواء واتأخرت اتشخصت على أنها إيه التهاب فراح للدكتور قال له ده أكيد أنت خبطت فيها اعمل كمدات مية دافية وخد العلاج مضاد حاوي وخد العلاج أنت إضامة الصلاة مضاد للتهابات والتورم وإن شاء الله 48 ساعة تبقى زي الفل 48 ساعة راح للدكتور جراح أطفال قال له خش على العملات هنشل لك الخصية خصيتك معاك أيها ومع السلام حصل فيها دمور كامل وهضرب لحضرتك مثل تاني في نفس القصة بالضبط فدخل تخيلي بقى أن حضرتك وصلنا أن الخصية المعلقة هتؤدي لأن الراجل أو الطفل أو الشاب ده لن ولم ينجب خلصت مش هيبقى ما فيه وهنا مش على قد لحضرتك الموضوع الخلفة كمان بس حضرتك هنا هيحصل تغيرات هرمونية هندخل الموضوع في النفس وهو يبقى يبقى ولد ولا بنت ولا هو راجل شكلا بس له ميول أنسوية أنا ما عنديش هرمون الزكورة اللي بيفرز من الخصيتين لأن الخصيتين تشالوا ليه أنا أوصل بابني للمرحلة دي تخيلي ماذا المأساة اللي ممكن تحس بيها كمسئولية ضميرك ناحية الإنسانية أنا قاعد كأب أو كأم بسقول أن أنا السبب أنا قاعد أعمله أنا السبب لو كنت وديته للدكتور فلان لو كنت وديته بدري وهو عنده خصية موحدة لو كنت وديته وسمعت أن المنظار مهم جدا في حالة الخصية المعلقة وكنت تيجي تقولي أعزين نعمل المنظار طيب إن شاء الله حاضر هنجهز نفسنا ونرجع لك مش روح تفين لك لا أصد بقوله المنظار خطير أصد من ما بعملش المنظار غير الكبار أصد منظار ده في الأطفال ده مؤلم عادات وتقاليد يجب أن تزود لازم لازم نرجع للخصة المعلقة خصية المعلقة أنت كأم حضرتك بطلب منك إفحص ابنك بص على ابنك بعد الولادة السؤال الشهير والمعلومات اللي بتخش ده دعم يا دكتور انت عملت لوم فينا انت عملت زعاق لنا أنا أول مرة أبقى أم أنا شفته فين قبل كده عشان أعرف الطبيعي من اللي مش طبيعي طب ماشي ماشي لازم دكتور أطفال يفحص البابي أول ما يتولد طب حضرتك هو كل واحدة بتولد بتولد في مستشفى ودكتور الأطفال في المستشفى حضرتك احنا للأسف لسه متأخرين وثقافاتنا وتقاليدنا لسه متأخرين كتير حضرتك لما بتتواصل مع المجتمع وتروح تشوفي زيارات وعادات وتقاليد حضرتك بتفاجئ ان اللي احنا بنقوله حاجة والواقع على أرض الواقع للأسف حاجة تانية حضرتك لغاية دلوقتي حضرتك كل المشاكل اللي احنا بننادي بيها موجودة على الأرض الواقع وبصورة ملحوظة هذا كالطفل لا لا بتولد في البيت لا الداية الفلانية بتروح تولد وهي اللي مولدة أمها ومولدة خالتها ما عندهمش مشكلة تمامة خصة المعلقة احنا عندنا فيديو ممكن يا دكتور تشرح عليش ان نفهمها الخصة المعلقة ايه الخصة الكيس يا جماعة الخصيتين كيس الصفل الكيس اللي بيبقى موجود في الأعضاء التناسلية عند الولد بيبقى فاضي الخصة مش موجودة فيبنى حاجة صغيرة او يبنى عليها مية مثلا فيبنى ان الحجم كبير جدا سواء مية سواء فكاء سواء دوالي سواء واخد كادمة يبقى اي مشكلة في المنطقة دي نروح على دكتور الأطفال او دكتور جراحي الأطفال مباشرة دكتور الأطفال الخصة لازم توصل لاخر نقطة في الكيس الخصة المعلقة وفيه فرق الشيسة ما بين الخصة المعلقة والخصة المطاطية حضرينيك الخصة بتتكون أساسا في البطن فوق خلقة ربنا أثناء الشهور الأولى والأسابيع الأولى من الحمل الخصة بتتكون في البطن فوق سبحان الله وتنزل في نفق تنزل في قناة اسمها قناة إيرابية القناة دي بتبقى وصلة لغاية كيس الصفح حضرينيك الطريق بتاحها زي الفل وما فيش فيه حواجز بتنزل حتى وإن كان الحبل طويل أو حبل قصير شوية ينتج عنه ما يسمى بالخصة المعلقة هنا اتعلقت فوق فمنزلتش إلى مكانها الطبيعي وهو ده الفرق ما بينه وما بين الخصة المطاطية الخصة المطاطية الطريق مفتوح بدون عوائق الحبل المنوي طويل بس عنده الرفليكس بتاعه رد الفعل بتاعه طبيعي أو زيادة شوية فالخصة لو هو حس ان انت بتبص عليه بنزل هدومه ممتو بتغير له واقف بيعمل حاجة حضرينيك الخصة تروح بالبلد زي ما بتقول الأم مشفوطة اتشافطت يعني أنا معديدش زهرة دي طبيعية وليس لها علاج ليس لها حقا دواء هرمونات ولا دي حاجة طبيعية طبيعية زي ما فيلان أبيض زي ما فيلان أحمر زي ما فيلان أسود زي ما فيلان تخيل زي ما فيلان رفاية حضرينيك دي طبيعة الخصة بتاعته وبتثبت مع الوقت لما حجمها يكبر شوية بتنزل بالجاذبية إنما احنا كل الكلام عشان زي ما يلنا بتقول الأطفال ما يتعرضوش معانا ما يتخليش معاهم خصة المطاطية ليس لنا دور كجراح أطفال يعني احنا عايزين بس نوضح ان دي حاجة ودي حاجة تانية الخصة المعلقة والدكتور هو اللي ايه طبعا هو اللي بيحدد بالزبط برضو احنا بس عايزين ايه نفكر الناس بالزيارات بتاعت دكتور أحمد الشايمي لأنه طبعا بيروح في الأقالين زيارات أسبوعية ونص شهرية وشهرية زي دكتور ايه سوهاج سوهاج ان شاء الله يبقى الخميس المستشفى جنات الخميس 17 نوفمبر بعدها نفس تاني يوم الجمعة بنبقى في إينا ان شاء الله في العيادة في ميدان سيد عمر برج الرواد الجمعة 18 نوفمبر ان شاء الله عندنا مستشفى العاصمة في شبين الكم المنفية يبقى يوم الحد الحد التاني بيبقى مستشفى الشرق الأوسط في سموحة في اسكندرية والبور سعيد يوم الخميس 24 ان شاء الله مستشفى المعلمين في حي المناخ كل حياتك سفر متعة أنا أساسا بحب السفر سبحان الله بتشوف حاجات ومناظر طبيعية بغض النظر عن الشغل يعني الجو المفتوح والجو الزراعة والخضرة لا لا بيبقى جو رائع يعني أيها رب نكرمك يا دكتور وطبعا عايزين نقول ان أرقام التليفون موجودة على الشاشة وعيادات دكتور أحمد العنوين موجودة على الشاشة طول وقت الفقر طيب احنا بنتكلم بقى عن الخصية المعلقة وأنا عايزة برضو حدك تحكيلي كده من الحاجات الغريبة اللي بتشوفها في الزيارات المختلفة للمحافظات عن حاجة تكون شفتها نتيجة تشخيص بقى خاطئ أو تأخر في علاج الخصية المعلقة الخصية المعلقة عشان ما نقولش معلقة وعشان تبقى طبيعية لازم تتعامل على ست شهور تمام الخصية المعلقة ما فيش حاجة اسمها هتنزل لوحدها كلمة هتنزل لوحدها دي عادت بتسبب لي أزمة نفسية أيها حضرينك تلاقي الطفل داخل عليك ست سنين رايح أولى قولك على سن دخول المدارس يعني كده هتروح لوحدها هتنزل لوحدها على سن دخول المدارس إن شاء الله ما عرفش ليه الارتباطات بالتواريخ ما يبقى سنتين ما يبقى ست سنين لما على سن ندخول المدارس الخصية المعلقة مش هتنزل لوحدها ده سبحان الله القناة اللي ماشي فيها فيها حاجز أفل حضرينك لازم تخش تشيل الحاجز ده وتوصلها لمكانها الطبيعي صح مهم النقطة الرئيسية اللي عايزين نطمن الناس إن حضرينك الخصية المعلقة لما تتعمل على ست شهور ما عندناش مشكلة وجودها جوه البطن يؤدي إلى ضمور في الخصية يبقى التأخير ما تبقى سنة وما تبقى سنتين درجة الحرارة العالية اللي جوه البطن غير ملأمة لنمو الخصية يعني زي ما نقول تموتها بتموت هي كأنها مش عايشة في البيئة الطبيعية بتاعتها فبتموت بالضبط ارتفاع ده الحرارة ده مع الوقت بيحصل فيها ضمور ماتت ما عادتش يشغالها بقى عندي واحدة تانية ممكن يحصل فيها مشكلة لقدر الله في أي لحظة لما تبقى خصية معلقة حضرينك الطفل بيجيلي حسيت الخصية بإيدي بقى اسمها خصية محسوسة هخش الشغل الطفل بدون أي حاجة يعني بدون أي حاجة بدون فحوصات يعني أنا مش محتاجة أعمل أشعر تلفزيونية عشان أشوف الخصية موجودة ولا لأ ما أنا حسيسها بإيدي النقطة الخلافية اللي الناس كتيرة جدا بيخافوا منها كأب وأم لما لحضرينك الطفل بيجي ست شهور أربع شهور تامن شهور وحضرينك بفحص الطفل مش لاقي الخصية مش عارف أحسها طفل أنا بخليه يبكي بطريقة معينة بيحزق جامد المفروض لو هي موجودة حتى داخل البطن أنا بحسها بتخبط في إيدي أثناء الفحص مش موجودة أنا مقدرش أقول مش موجودة ما قدرتش أحسها يبقى احتمال من اتنين يأما سبحان الله هي مش موجودة خلقة ربنا يأما احتمال تكون جوه في البطن طب لو مش إيه اللي يخليني بنسبة مية في المية هتك هتيجي الأمة بقى بتجي جاية عاملة أشعة مقطعية عاملة أشعة تلفزيونية عاملة رانين مغناطيسي وتقولي الخصية موجودة حضرك عازك تنزلها بقول لها وجود الأشعة دي والتأرير اللي مكتوب فيه إن الخصية موجودة جوه البطن مقاساتها ثلاثة في ثبعة في ثمانتاشر غير صحيحة بنسبة مية في المية مه يعني حضرتك لنا أنا حطينا في المواقف كتير جدا حضرك عاملة رانين في مستشفى أبو الريس وجاية تقولي لي لا أنا أعمل للإشعار ممكن نفتح وملقيش الخصية ممكن نسبة 80% و70% من الخصية المعلقة داخل البطن لا تشخص بنسبة 100% بجميع أنواع الأشعات اللي موجودة على أحدى الجهاز في العالم لازم الفتح يعني اللي هو عندنا بنسميه منظار المنظار أدق المنظار أسهل المنظار أوفر في وقت وعلامات الفتح بالنسبة للبيبي أو بالنسبة للطفل الخصية المعلقة الغير محسوسة الحل الوحيد بنسبة 100% المنظار المنظار داخل غرفة العمليات أنا كجراح اللي بعمل المنظار وهي بينا مش منظار تشخيصي فقط منظار تشخيصي وعلاج يعني بخش بالمنظار لقيت الخصية بنزلها بالمنظار أنا مش بعمل المنظار وقول له روح الخصية موجودة بتعالى بعد شهرين أنزلها بتتعامل العملية تشخيص بشخص إذا كانت موجودة أو غير موجودة وإذا كانت موجودة بعمل له العملية في نفس الوقت أهم نقطة في موضوع الخصية المعلقة للعزم نخوف الناس منها شوية حضرتك في عندنا إنساءات بعض الأسر والأهل ما بيجوش ألا ما تخوفيهم ودي بتبقى حقيقة علمية أنا مش بخدهم أو أنا بقولهم كده عشان مصلحة شخصية الطفل أحدث دراسة موجودة في الجورنال أوبيدياتريكسر بريتش جورنال أوبيدياتريكسر المجلة العلمية البريطانية المعترف بها عالمية من أكبر مجلات جراحة الأطفال إن لو الطفل استنى لغاية سبع سنين ومع ما لنلوش خصية معلقة حاجة من اتنين أخش أشيل الخصية حتى وإن كانت موجودة وحتى وإن كان حجمها كحجم مأساة اتنين في اتنين كويس حضرك علميا المفروض أخش أشيلها أنا كده مش مستفاد بيها بل بالعكس ضررها أكبر ضررها إيه نسبة حدوث الأورام السرطانية في الخصية المعلقة بتزداد حتى وإن حتى وإن نزلتها بس النزلتها متأخر إحنا عايزين كده في آخر الفقرة نفكر المشاهدين بزيارات دكتور أحمد الشامي لسوهاك إحنا وإنا والمنوفية وسكندرية وبورسعيد ربنا والله يكرمك يا دكتور صفحة في سببوك كمان بتاعت دكتور أحمد وانجودة على الشاشة عشان المشاهدين اللي حابين يتواصلوا مع فريق عمل دكتور أحمد الشين دكتور أحمد أنا بشكر حضرتك جدا في نهاية الحالة كلها عفرة شكرا لحضرتك وبشكر كل مشاهدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر